أيها ما هي دي نظرية صعبة قوي يعني الست مضطرة إن هي تبقى ندلة الست مضطرة لما تلاقي إن جوزها مش قادر على مصاريف البيت تضطر تبقى جحدة تعمل نفسها من بانها مش رغدا بالي يعني أساعد جوزي وساعد ولادي ولا مساعدش خلي بالك الأسئلة دي الستات كلها بتسألها طب هي بتشقى وبتساعد وشيلاهم كده وعطاء رهيب وفي نفس الوقت فعلا ببصة لقي ست مددلعة ومدغندارة والجوزها جايب لها كل حاجة والإفة بقى إنه مش عجبها اللي هو إيه والله مش أنا جبتلك اللبس ما هافش إيه والله عادي بس في حاجات أحلى طب إيه رأيك نروح نسافر نصيف ده هو اللي بيعرض كمان ما مليش مزاجها صنة عبانة خد ولادك وروح أنا عايزة بشوف ستات معمول لها كل حاجة ومش عجبها ولا بيعجبها العجب ولا الصيام في الرجب وتلاقي الست دي جزها حارق نفسه عشان يرضيها وعشان يجيب لها وعشان يغير البيت وعشان ويصرف ويصرف وهي عادي جدا عارف نظرية أنا ما عرفش أنا ما فهمش عارفين يا بنات ويا ستات نظرية أنا ما عرفش نزلي هاتي حاجات البيت أصلا ما بفهمش نزلي هاتي للولاد إيه أصلا بيتضحك علي فييجي الراجل يشيل أكتر مسئولية بس أنا بشوف ان الست دي ملهاش دور في اللي في بيتها ولا في مجتمعها ولا مع عيالها بحسنها ست برطة يعني من الست زكية كده وحرك أزيدك من الشعر بيت بقى آه نكد علي أن الست اللي ما بعرفش وما بفهمش آه الستات اللي من النوع التاني بتحسدها جوزها بيفضل يتعامل معاها على أن هي طفلة أيوة وعمره ما بيديها التأدير والحب برضو اللي الست التانية بتبقى شايفها بصي هو كل واحد نقصه حاجة آه يعافيش حد عنده الحاجة كاملة بس في النهاية يعني الست الاتكالية الاعتمادية عمرها يعني ما تعجب راجل سوي ولا تعجب راجل بجد والعكس صحيح الست برضو المعطاقة بزيادة اللي بتدي اللي بتشيل شنطة غيرها وبتتحمل مسؤوليات برضو يعني بيتم استخدامها بطريقة غلط فهو المطلوب أن أنا أدي وانح بس في نفس الوقت لو لقيت أن اللي قدامي ما فيش تبادلية في أن هو كمان بيدي لا أوقف ولو وقفت وهو ما خدش باله لأرجع خطوة الوراء ولو رجعت خطوة الوراء وخدش باله أبتدي بقى أقعد وأتكلم وأشوف إيه المشكلة في كده ولو رجعت خطوة الوراء ولو رجعت خطوة الوراء